ومعنا في الستيديو الكاتبة صحفي والمدير الناشر لموقع النهار الأستاذ محمد المختار والمحمد فال أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا يعني المشهد المعارض يعيش بياتا شتويا فباستثناء البيانات لا تكاد تجد له أثرا بينما أحزاب الأغلبية ترفع وتخفض في استقبالات الرئيس من وجهة نظرك ما السبب في ضعف نشاط المعارضة في الأشهر الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إذا قارننا بين نشاط المنتدى كجامع لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية والأعزاب السياسية مع منسقية المعارضة يمكن أن نقول بأن هناك مستوى من الركود لكن هذا الركود يختلف يعني يمكن فهمه من خلال آلية العمل داخل المنتدى بالمقارنة مع المنسقية المنسقية كانت لمجموعة أعزاب سياسية تتحرك في إطار سياسي بينما المنتدى هو كشكول من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وهيئات مختلفة وبالتالي أي قرار يتخذ فيها هناك صعوبات وهناك آليات أصعب من آلية عمل المنسقية هذه من جهة من جهة أخرى أن العمل السياسي هناك نوع من الموسمية هناك ظروف تعطي ديناميكية وفعالية للعمل السياسي وظروف أخرى تحول دون ذلك وأعتقد أن المعارضة في الوقت الحالي إذا قارنها مع الماضي قطعا تبدو في الصورة وكأنها أقل نشاط لكن أعتقد على أن ظروف الحوار بين المعارضة والنظام قد يكون عامل أساسي في تهدئة الوضع وجنوح الطرف المعارض لمستوى من التهدئة لضمان نجاح هذا الحوار الذي طبعا لاحقه من فترة أخرى لقاء الطرفين حوله منتقى من بعض الوقت طب البعض يعتبر أن الحالة الحزبية أيضا تعرف شللا كبيرا ونشاهد بروز المبادرات السياسية المناطقية إنجازة تعبير التي تشكل تقريبا الثوبة الجديد للعشرة والقبيلة كيف تتصور مستقبل كتلتين معارضة مع تعثر الحوار واحتمال حدوث انقسامات خصوصا في المنتدى بفعل الخلافات على الحوار وشروطه بالنسبة للحقيقة ما نتحدث عنه كله تفاصيل بينما الواقع شيء آخر هذه المبادرات تتحرك في إطار الموالات وكل قبيلة أو كل مجموعة تحاول أن تعبر عن نفسها وتؤكد وجودها كذات وتؤكد أيضا موقفها السياسي المساند للنظام بينما المعارضة تتحرك في إطار آخر هي تريد أن تكون بديل للنظام وطبعا الاتفاق صعب أنك تجد قاع في إطار حزب سياسي واحد ناس متفقين في حين هؤلاء الناس لو كانوا متفقين قاموا بحزب واحد يعني كونهم كلها حزب معناها أن كله عند وجهة نظار مختلفة عن الآخر لكن الأساس أنهم متفقوا على آلية عمل مشتركة وعلى هيكلة معينة وحتى الآن العمل الجاري في هذه الإطار لكن اسمح لي شوي نشر الجوانب الأساسية حنا نلاحظ دائما حديث عن المعارضة والموالات والحوار والواقع أنا ظاهر أن البلد يواجه تحديات أكبر من هذه الإشكاليات البلد يواجه تحديات تماسك الداخلي البلد يواجه تحديات الحكامة يعني كيف ندير هذا البلد هل نديره بالآليات القديمة هو أن يكون هناك شخص واحد حاكم يأمر كل شيء فيطاع وإهمال تام للشعب قلة قليلة مسيطرة على كل شيء لدارة والإعلام وكل شيء يسبح بحمد النظام هذه آلية أوصلتنا إلى ما نحن فيه نحن اليوم بحاجة ماسة سواء كان في المعارضة أو في الموالات البلد لا تعتقد أن الحوار المرتقب يعني لو حصل أنه يساهم في حال البشاك التي تتحدث عنها التي تحتاج بلد التماسك الذي تحدث عنه والحكامة لا تعتقد أن الحوار خطوة في هذا الاتجاه حوار نفسه لو نجح سيكون خطوة في هذا الاتجاه صحيح شوف الحوار حاجة حاجة للنظام سواء كان يريد التمديد أو الإنهاء المأمورية في كل حالات هو بحاجة العاد يريد أن الإنهاء المأموريته يجب أن يخرج في إطار من التوافق السياسي والله ما الذي يريد التمديد لا بد أن يكون هناك هدوء في الساعة السياسية بالنسبة للمعارضة أيضا تريد مناخ سياسي فيه مساواة بين الأطراف السياسية يسمح للمترشح جميع المترشحين أن يكونوا متساوين ولديهم نفس الحوار معناه يريدون مستوى من النزاهة والشبابية تضمن لهم دخول البرلمان دخول البلديات حصول على مكاسب انتخابية ولكن ما يهمله جميع الأطراف هو أن هناك ما يسميه أخواتنا المصريين حزب الكنبة يعني غالبية الشعب المتفرج واللي اليوم بحاجة ويريد وصول اسمح لي شوي نبصل للنقطة الشعب يريد أولا تجاوز هذه الثنائية وهذه الآليات إلى مستوى من الحكامة يضمن إدارة حقيقية حيادية ومتماسكة ومستقلة عن الأنظمة عدالة حقيقية تضمن كل طرف طيب هذا يعني كيف تتصور مستقبل أوضاع الراهنة وهل ستؤدي لنكسة ديمقراطية أم أن الاستحقاق الديمقراطي في تطور برأيك أنا ظاهل أن المناخ الدولي والمناخ المنطقة مات لي اسمح ذلك أن يعود فيهم شخص مهيمن لم يعود ممكن أنا ظاهل أن الرئيس محمد العبد العزيز إلى أن يلتزم بقسمه وينهي مأموريته ويرحل ويترك الموريتانيين يتنافسون وفق آلية شفافة من خلال الحوار يكون خدم البلد عندما يسعى إلى تمديد الفترة فترة مأمورية ثالثة وتغيير الدستورة أعتقد أنها سيخلق مستوى من التوتر السياسي لا أدري كيف ستسير الأمور لكن ما أتمنى هو أن ينجح هذا الحوار من أجل أن يكون الجميع كاسب وأن يكسب الوطن عدالة مستقلة حكامة حقيقية إعلام مستقل وكفء وتغيب هذه ميوعة الأحزاب وتشتت طيب الكاتب الصحفي والمدير الناس لموقع النهار الأستاذ محمد المختار والمحمد فعل شكرا جزيلا لك